موسيقى سلام مصر الوطني يعزف في الجزائر بأول ثلاث ذهبيات بفضل الأولمبية الكبيرة في ريال أشرة المقاتل يوسف بدوي وبنات تنسي بلادي 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 لك حبي وفؤادي موسيقى النهاردة يوم الأبطال أبطال مصر في الكاراتي أبطال حقيقي من دهب الشجاع يوسف بدوي اللي كمل المباراة النهائية وفاس بيها بعد ما حصل له حالة إغماء وفي ريال البطلة كالعادة اللي معاها ما بتشوفش غير الدهب والمعجزة هنجودة اللي قادت بنات مصر لزهبية تنسي الطاولة على المصر وهو بيترفع النشيد الوطني وهو بيعزف كلها حاجات تخلي رأسنا في السماء فخورين وفرحانين بأبطال حقيين ثلاثة دهب مع أربعة فضة وخمسة برونز ولسه مستنين اشتركوا في القناة يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة مدليات بالجملة دهب بالجملة إنجازات عظيمة للاعبي مصر في مختلف الألعاب في دورة ألعاب البحر المتوسط حاجة تفرح حاجة تشرح القلب حاجة ترفع الراس حاجة تخليك فخور قوي علم بلدك بيترفع النشيد الوطني بيعزف حاجات كده بتفرح القلب بتفرحك حاجات كده تخليك فخور وسعيد ومبتهج وكل حاجة حلوة الناس دي عظيمة نقولت هبدأ بيهم حلقة النهاردة عشان بحب الدهب أنا بحب المدليات أنا بحب الإنجازات أنا بحب الأبطال دول بالنسبة لي أحلى ألف مرة من أي لعبة تانية من الكرة بقى وأحداثها وكصاصها من مش عارف إيه أي الحوارات بتاعتنا دي كلها بتاعت الكرة اللي بنعيش فيها كل يوم لا دول أولى دول بقى الأبطال دول اللي معلهمش أضواء دول اللي معهمش ملايين دول اللي مش الناس بتقعد تقول على السوشل ميديا ده ده اللي مش عارف بيعمل إيه بيباص إزاي وبيدي كبر إزاي وبيشوت شوتة إزاي ويعودوا يخلوهم أبطال من ورق دول الأبطال الحقيقيين دول الأبطال الحقيقيين مش الأبطال اللي من ورق مش الأبطال بتوع اللايكس والشير مش هما دول مش دول خالص بس دول الأبطال الحقيقيين دول الأبطال اللي بجد دول اللي بيفرحوا القلب ويخلونا فخورين النهاردة في ريال عشرف البطلة الأولمبية الكبيرة وهي بتاخد الدهب النهاردة بكت 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 إمتى والنشيد الوطني بيعزف الله على الحس الوطني الله على الجمال الله على الروعة الله على الاجتهاد الله على الدهب الله على الدهب هنجودا المعجزة دي أصغر لاعبة في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط في تنس الطاولة تحصد مدلية زهبية المعجزة هنجودا المعجزة هي وباقي فريق منتخب مصر ليه تنس الطاولة بنات ايه الروعة دي ايه الجمال ده ايه العظمة دي ايه الروعة دي ايه المدليات دي على طول فرحانين على طول فرحانين انا فرحان بصراحة شخصيا ان احنا فعلا بقى عندنا أبطال كتير زمان كده بيبقى عندنا بطل ولا اتنين دلوقتي انت ما بقتش عارف تعد من كترهم ده شغل وده تعب وده اجتهاد بعيد عن الأضواء وزي ما قلت لكم بعيد طبعا عن ملايين الكورة والحاجات دي بعيد بعيد خالص بس الناس دي بتحب بلدها بتحب شغلها وبتحب رياضتها فبيكتهدوا وبياخدوا مدليات يشرفونا بيها ويرفعوا رأسنا في السماء معانا من الجزائر المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية يا فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور ومليون مبروك ألف ألف مليون مبروك في مصر طبعا النهاردة متائج مميزة نحاك قول ثلاث دحديات وكلبية وثلاث دحديات رفعوا رفعوا مصر لثلاثة دقاءة ورفعوا على صدق وخمسة بروند حاجة مترفة جدا سيكون أحسن ثلاث دحديات النهاردة اثنين كاراتيه وفرق ثلاثة طاولة سيدات حاجة مشرفة وحاجة جميلة أفطال فعلا يستهدوا كل إثناء ريال فرق ثلاثة دحديات النهاردة يتربل وغرب ثلاثة دحديات النهاردة فرق ثلاثة طاولة كامل سيدون أفطال حجم على إطاليا أول مرة نفوز في الفرق في إجازة بالهدية ما يحفوزنا بالهدية بكنا دينا مش دولة ثلاثة الفردي إن شاء الله الفردي بكرا إن شاء الله ربنا يكرمهم إن شاء الله برضو يؤدوا أداء سوي صحيح ويحفوزهم مجاليات أخرى كمان الأربع الفردي وثلاثة دينا بصول مصرع هي برضو حاجة جميلة جدا عبدالرحمن عمق وزن سبعة ستين 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 روماني ونورة من حتم وزن سبعة ثمانين ستين روماني سلب جميليات برضو يضافي بصفيد مصر فرقة الياد المعرضة في فرق بسرودة بحياء على إيطاليا برضو مباراة أكثر من الرقاح فرقة الطائرة بجائر بسعود هديب الإيطاليا من دائرة وشيج معصرها من جونيا فرقة السيدات في الطائرة في غير المعرض هذه الرياضة الرياضة فيها فرح فيها اجتهاد صحيح يوسف بلو نعرضة كان بيلعب بالمباراة النهائية وهو عنده إصابة وعرفنا أنه كان مطلوب منه أنه ميلعبش المباراة وهو أثار أنه يلعب المباراة النهائية طبعاً دي عظيمة المصريين الحقيقة هو شايف شايف في ذهب الإيطاليم وشايف فضف واحد بيحاول يحاول أي شكل مش باطل من الأصابة دي ممكن في كمية يقعد مدة طويلة بعد كده يتعالج هو عادي يحرز من إجازة بصفة الأول ومعادي كده مهندس شريف الأريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أنا بشكر حالك شكراً جزايا مليون مبروك ودايماً في تفوق ولسا مستنين مدليات أكتر في دورة ألعاب البحر المتوسط تعالوا نعد مدليات مصر حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 طيب مدليات بالجملة في ريال أشرف زهبية الكاراتي وزن تحت 68 كيلو جرام يوسف بدوي زهبية الكاراتي وزن تحت 84 كيلو جرام وأيضاً منتخب تنس الطاولة سيدات زهبية الفرق وعبداللطيف منيع فضية المصارع الرومانية وزن 130 كيلو جرام هيسم فاهمي برونزية المصارع الرومانية وزن تحت 60 كيلو جرام وعبدالرحمن عمر برونزية المصارع الرومانية وزن تحت 67 كيلو جرام نور الدين حسن برونزيد وزن 87 كيلو جرام بالمسارعة الرومانية تأهل يحيى محمد نهاية منافسات وزن 65 كيلو جرام في المسارعة الحرة يعني هياخد مداليا تأهل عمر ريدن نهاية منافسات وزن 74 كيلو جرام في المسارعة الحرة يعني هياخد مداليا والمباريات غدا إن شاء الله كلهم أبطال كلهم حاجة فوق العظمة بشويتين 3-4 ديف عليهم منتخب اليد العادي بتاعه العادي بتاع منتخب اليد الإنجازات والروعة والانتصارات في مباراة مثيرة جداً النهاردة قدر يكسب المنتخب الإيطالي 38-35 حاجة مفيش بعد كده روعة النهاردة أيضاً منتخب الطائرة سايدات لأسف خسر من رومانيا 3-0 وده بالنسبة لأحداث اليوم مداليا تبقى الأمس مبارح ليه محمد خادت فضية قلة كاراتية وزن تحت 50 كيلو جرام وأحلام يوسف خادت فضية القراتية وزن تحت 55 كيلو جرام عبدالله ممدوح خادت فضية القراتية وزن تحت 75 كيلو جرام عمر علاء أورا خادت برونزية القراتية وزن 60 كيلو جرام وأحمد أيمن لطفي خادت برونزية القراتية وزن تحت 76 كيلو جرام موضوع القراتية ده تحديداً محتاجي تدرس احنا متفوقين تفوق عظيم تفوق كبير تفوق كاسح في موضوع الكاراتي ده شفنا ده في الأولمبيات الأخيرة شفنا ده في كل البطلات العالمية شفنا ده في دورة ألعاب البحر المتوسط حاجة رائعة جدا احنا دلوقتي في الترتيب الثالث باثناشر مدالية في جدول ترتيب المداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الجزائر وبعد تركيا وان شاء الله مع الزيادة من الدهب بإذن الله نبقى في المركز الأول بإذن الله في الأيام اللي جاية نطلع المركز الأول خد بالك المركز الأولمية دي اللي بيزودك فيها مش عدد المداليات بيزودك فيها عدد الدهب فنزود دهب إن شاء الله وربنا يكرمنا ونبقى في المركز الأول مع نهاية الدورة إن شاء الله طيب ده بالنسبة للوضع أو الترتيب أو اللي بيحصل في دورة ألعاب البحر المتوسط بس تحديدا في ريال أشرف حكاية الفيديو النهاردة وهي بتبكي ساعة السلام الوطني رائعة عظيمة نفس اللي حصل في الأولمبيات الماضية كانت تبكي أيضا وهي تحصد المدالية وبتسمع السلام الوطني لجمهورية مصر العربية شوفوا المنظر شوفوا الجمال بصوا الرواع كل حاجة حلوة عظيمة جميلة بطلة شوفوا المتوسط ترجمة نانسي قنقر 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 في عام 2018 حصلت في ريال على فضية الدوري العالمي للكاراتي في الصين وحصلت على برونزيت بطولة أفريقيا في روسيا في عام 2019 وفي عام 2019 وفي عام 2019 وفي عام 2019 وفي العام التالي حصدت زهبية البطولة الأفريقية بجانب فضية الدوري العالمي للكاراتي في فرنسا نانسي قنقر عشان بردو يقف ويسمع السلام الوطني اسمع السلام الوطني نانسي قنقر 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 شكراً لمعالي وزير السيران الحمد لله النتائج لغاية تتماشى مع المجهود والتخصيص الذي نقوم به من 2019 صحيح المهم من المستوى السن الذي أبطالنا الذي أبطاله في كل الأرعاب يعني نرى فيما ستولى هنا جهوده يعني نرى بطل أعلى ثلاثة أعطال ثلاثة دليلات المشروع القوم المهيبة والنشيئين مشروع مصر الاستراتيجي حتى عشرين ثمانية وعشرين احنا في درجة الاهتمام عالية جداً بونادنا برياضينا حتى لو يعني طبيعي جداً وسائل التنصر المجتمعي وبنشوف لكن الخط المستقيم في العمل في الفكر في التنصيص حتى النهاردة يمكن أنا بنفسي كلمت آآ علي زين آآ إحنا كلنا كنا في الجزائر وأنا سألت بنفسي يمكن مع المنتخب هناك وقابلكم المنتخب مصر في الجزائر ومدرب طبعاً اللي عمل إنجازات كتير جداً أو في جير الزير الثاني للأسباني للمنتخب الهندبول ويعني مفهود علي في جزء بس عدم سنسيقي كان مفهود أي جاعة آآ يا فندم بعد إيزنا حراك بعد إيزنا حراك عشان أوضح للسادة المشاهدين عشان كنتش لسه تكلمت في الموضة ده علي زين من شوية كان عمل تويت إنه هو كان جي مطار الكهيرة وكان مستني استقبال وكان قال إنه وزارة شبابه رياضة كان يتعادته باستقبال جايد في مطار الكهيرة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة كمشرف لرياضة المصرية فحراك بتوضح دلوقتي هذا لا هو هو بس طبعا كريم أنت بتوضح فضل هو مش بنوعد إحنا الوزارة بنقابل كل أبطالنا وبنديه بالجزء المعنوي حتى لو ده أحيانا ببقى أدوار الانتحادات فكان إحنا دور كبير جدا الوزير بيينتل بيقابل أبطال الأبطال دور بيقراموا أعلى تكريم من الدولة لكن يمكن علي شرفنا علي يعني مستوى إنجازه زي زي محمد صلاح في دور صفراء صباح جدا محترفين في أماكن كبيرة جدا لها معنى كبير جدا أن علي يكون أو محترف في هذا الشكل يعني أكيد له وزن وتفضيل ولكن يعني كان فيه ما بين أنه هو يصع على الجزائر مباشرة يتحق بالسريق أو يجي على مصر يعني يمكن في جزء عدم تفضيل شوية مع الالتحاد لكن أنا بنفسي كلمت علي وقارينا وانا لسه جايب من الجزائر حظيم أكلمته وبالعكس بقصر إن شاء الله هنتقبله على أخلاقه كبيرة جدا وده الأضوار اللي احنا بنعملها لكل الرياضيين وهي رسالة من للأعلام وللصحافة علشان برضو يعني دايما أول في أول كده لا مثل في حرصة شاكت جدا على المسلمة وإيه كما دي أحتفاق بيهم بما يعطيه أيا كان الشكل هو ده دايما بيكون أكسر معناوي لقدر اللعب في بلده وإحنا يعني لازم نعمل ده طبعا 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 في مقابلة العالي قبل هو مسافر الساعة اثنين علشان السيارة بتاعه ولكن في مقابلة ليه وإحنا طبعا سعلا سعلا في عدم تنصير شوية لأنه يعني برضو هيجي على الجزائر ولا هيجي على مصر لكن خلاص احنا تواصلنا وإحنا بالقابل كل مش مجرد المقابلة المقابلة لكن ده خلاص بأنظام موجود يعني بنعمله في المقابلة عظيم يا فندم أشكرك يا فندم على التوضيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرد على ما أثير في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة فيما يخص التويت اللي كتبها علي زين بطلنا المصري في كرة اليد الفائز مؤخرا مع فريق برشلونة الأسباني بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد الراجل كتب بصفتي عملت بطولة كبيرة مع برشلونة شرفة مصر في دوري أبطال أوروبا وده عمله أوزعل دلوقتي الدكتور أشرف صبحي بنفس وزير الشباب ورياضة يوضح هذا الأمر وبيقول إنه ما كانش فيه تنصيق بس بينه بين اللاعب وبين الاتحاد إن الوزارة تعرف معاد وصول اللاعب بالزبط إلى مصر هو تصور إنه اللاعب هيصل إلى الجزائر مباشرة للمشاركة مع منتخب مصر كرة اليد في دورة ألعاب البحر المتوسط هو وصل مصر أولا ومسافر بكرة الجزائر والسيد وزير الشباب ورياضة بيقول إنه يبقى فيه لقاء مع اللاعب غدا إن شاء الله قبل سفره إلى الجزائر الانضمام لمنتخب مصر وقال إنه اللاعب مقدر تماما وقال كلام على لسان سيدة الوزير الشباب ورياضة منذ لحظات معانه إنه تواصل مع علي زين ووضح له الأمر والأمور هادئة تماما بص من الآخر كده في حاجات لما بتقرها وتشوفها تتدايق تتدايق لوهلة أنا تتدايق زي زيك كلنا علي زين بالنسبة أنه زي محمد صدح محمد صدح بيشرفنا في الكرة علي زين بيشرفنا في كرة اليد كلهم والوزير دكتور أشرف سبح قال كده نصا دلوقتي إنه كلهم مثل لكل شاب في مصر وكلنا نفرح بهم وكلنا نحب نكرمهم فلو حصل سوق فهم سوق تقدير سوق تنصيق زي ما دكتور أشرف قال نعديها نعديها يعني خلاص ينفع تعدي ينفع تعدي وغضبه اللاعب غضب علي زين مقبول جدا زعله مقبول جدا جدا ممكن نعديها يعني ماشي خلاص قدام الأمور هتتحل يعني اتحلت بين علي زين ومكالمة محترمة من الدكتور أشرف صبحي ليه عدة العملية خلاص توقف لحد كده مش محتاجين نقعد نتكلم ونقول فيها كتير ده فيما يخص علي زين وتوضيح مهم جدا لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة بخصوص التويت اللي كتبها منذ دقائق سوارس مديل فني الجديد للنادي الأهلي أنا قدر أقول لكم أنه خلاص الراجل بقى المديل الفني للنادي الأهلي عاملينه المديل الفني المحتل هو المديل الفني الجديد للنادي الأهلي مفيش راجع هو خلص كل الأمور معاه والراجل هيبقى موجود في النادي الأهلي خلال الساعة هو بيطلب من النادي الأهلي تحمل الشرط الجزائي فعقده مع نادي في سنتي هو بيطلب كده جيل في سنتي ليه شرط جزائي عند المدرب سوارس فانت بتقوله او سوارس بيطلب من الاهلي ان انت تدفع انت الشرط الجزاء للنادي الاهلي الاهلي بيقوله لا ادفعه انت ما اندخلناش في الكصة يدفع انت من قمة التعاقد اللي انت هتاخده طيب هو الراجل هياخد راتب كام مع النادي الاهلي وانا قلت لكم مبارح الكلام ده 125 ألف يورو شهريا شهريا يعني احنا بنتكلم تقريبا في 2.5 مليون لو انا لا 2 تقريبا 2 مليون في السنة تقريبا يعني تقريبا 2 مليون في السنة هو قال له ادفع بقى من الـ 2 مليون دول الشرط الجزائي بتوعكل لهم 250 ألف يورو ادفعهم انت هو بيقول للاهلي ادفعهم دي مش نقطة خلاف دي نقطة نقاش او مفاوضات بس الراجل هيبقى موجود في النادي الاهلي خلاص الكلام على ايه بقى الكلام على او السؤال مين اللي هيبقى موجود مع الراجل ده في الجهاز الفني مبدأين كده النادي الاهلي متمسك بالكابتن سامي أمصان والكابتن سيد عبد الحفيز والدليل على بقاء الكابتن سامي أمصان في النادي الاهلي هو رفضه العرض اللي كان مقدم ليه من نادي حرس الحدود حرس الحدود النهار ده اعلن ان الكابتن احمد ايوب هيبقى المدير الفني للفريق ده دليل انه خلاص خد وعد من النادي الاهلي انه مكمل مع الفريق هو والكابتن سيد عبد الحفيز ومشي ليانكون مدرب الحراس وسواريس كان عايز مدرب حراس أجنبي معاه خد بالك بقى من الكلام ده دي المعلومات سواريس كان عايز مدرب حراس مرمى من الجهاز بتاعه معاه بس الأهل يتمسك بمشيل ينكن وقال له أنه الراجل ماشي في شكل كويس معنا وهيكمل معنا طيب سواريس هيجي مين؟ هيجي بتلاتة هو وتلاتة مين التلاتة؟ مدرب مساعد مدرب أحمال ومحل الأداء تاني هيجي بمدرب مساعد ومدرب أحمال ومحل الأداء دول التلاتة ليجوا مع سواريس في الجهاز الجديد للنادي الأهلي النهاردة ده خاص لرقم عشرة كابتن محمود الخطيب دعا الشيخ طه اسماعيل كابتن الكبير كابتن طه اسماعيل ومعاه أعضاء لجنة التخطيط طلب منهم تصوراتهم للمطلوب من سواريس الفترة القادمة يقولوله إيه لما إيه إيه خطة الشغل اللي مفهود يشتغل بيها إحنا عايزين إيه عايزينه يطلع شوية شباب يلعبه عايزينه يشتغل هجوميا مع النادي الأهلي عايزينه ما يتكلمش في الإعلام كتير عايزينه يعني هيحطوا شوية حيات كده يتفقوا فيها الكابتن الخطيب مع الدكتور طه اسماعيل القامة الكبيرة دكتور طه اسماعيل القامة الكبيرة دكتور طه اسماعيل عشان بيتسو مسيماني قبل ما يمشي كان بيرمي شوية كلام على الدكتور طه اسماعيل تحديدا وانه في ناس في الأهلي كان بتحاول تنتقلني وتهجمني طول الوقت في تصرحة الصحافية بس ده قيمة كبيرة أكيد الشيخ طه اسماعيل مكانش أكيد عايز ياخد مكان مسيماني فإحنا بنسمع رأيه فالأهلي هيسمع رأيه الدكتور طه اسماعيل هيسمع رأيه أعضاء لجنة التخطيب أكلم على الكابتن محمود الخطيب في أهدافهم أو أراءهم أو أفكارهم اللي هيطرحوها على شوارس الموديل الفني الجديد للنادي الأهلي ده الوضع على فكرة هو هياخد مية وخمسين مية خمسة وعشرين ألف يورو وده رقم أقل تقريبا باربعين ألف عن اللي كان بياخده المسيماني هتقول لي طب ليه واخد رقم أقل هقولك أنه أصلا مع فريقه كان بياخد رقم أقل من ده بكتير هقولك أقل من نصه بس هو الراجل حصل له أبجريت يعني الراجل بعد ما خد المركز الخامس مع فريقه في البرتغال رقمه علي رقمه زاد رقمه زاد في الماركت مش بس في النادي الأهلي يعني اللي الأهلي مدفعولوش الرقم ده عشانه ما عرفش يتفاوض معاه لا عشان بس فيه ناس النهاردة قاعدت تدور على الراجل ده كان بياخد كام مع فريقه فلقوا رقم أولايل جدا في البرتغال الأندية اللي فوق اللي أربعة الكبار بيدفع أولايل في البرتغال الأرقام مش كبيرة ده حقيقي بس الراجل اسمه كبر أو السنة اللي فاتت رقمه زاد أو السنة اللي فاتت وبقى ورقة مهمة في السوق في البرتغال وخارج البرتغال عشان كده الاهل وصل معاه للرقم ده اللي هو أصلا أقل من الرقم اللي كان بياخده بيت سموس ماني وأقل من الرقم اللي كان بياخده راني الرtail طيب هل هو بقى مدرب كويسو هلا ده السؤال اللي بيتسئل من كل جماهير النادي هو مدرب كويسو هلا تسمع حد يكلبك يقول لك هو مدرب كويسو هلا طب هو شكله السفي بتاعه مش جامد بس لا معوصفين مدربين قبل كده جم النادي الآلي والسفي بتاعهم كان جامد وما نجحوش تسمع أراء لا بص يا جماعة بالآخر مدرب كبير في الاسم والسفي مدرب مش كبير في الاسم والسفي هو عامل بالزبط زي البطيخة انت ونصيبك هتفتح البطيخة وتشوف بالآخر دي كورة يعني ايه يعني ايه زي البطيخة هي كلمة وخلاص ولا يه لأ انت ممكن تجيب مدرب كبير جدا يجي يشتغل معاك لو حاطت فكرة معينة عشان هو مدرب كبير فكرة كبيرة قوي واللي عيون ما تعافش تطبقها فهب خلاص انت ما نجحتش معاه والدليل مثلا في الاهلي بيسيروه ومارتينيول وقابليهم أوليفير دول كانوا أسماء كبيرة في أوروبا أسماء كبيرة ما نجحوش فيلر ما يعتبرش اسم كبير بس الناس كتتفرحانة بيه جميع الاهلي كتتفرحانة بيه وبأداءه ما يعتبرش اسم كبير من والجوزيه أسطورة الأساطير ما كانش اسم كبير في أوروبا بس كان اسم جيد في البرتغال وبرضه مش أكبر اسم في البرتغال بس وقتها كان اسم جيد في البرتغال بس في أوروبا لا كان مش معروف يعني من والجوزيه وهو المدرب الأسطوري الكبير رقم واحد في تاريخ النادي الأهلي فاستنوا شوفوا هتقول أنت لما شفته عجبك أقولك آه المؤشرات الفيديوهات اللي فرجنا عليها وكان معايا مروان مبارح واركوا شوية لقطات لشغل للراجل في شوية حاجات كده تقولك أنه لا بيفكر لا عنده شغل وأنا أقول لكم مبارح أنه ده أكتر فريق جيل في زينتي أكتر فريق في الدولة البرتغالي السنة اللي فائدت بعد بين فيكا وبرتو وسبورتينج ليشبونا كان بيستحوز على الكورة يعني الراجل بيحب يستحوز على الكورة واللي استحوز على الكورة يعني كورة ممتعة بس الترجمة بقى في الهجوم بقى أهداف وأنك تحافظ على دفاعك حاجات هنشوفها مع الراجل بيعرف يشتغل المهم اللعيبة كمان تقدر تخدم أفكاره تخدم أفكاره أصلا اللي هيقولك دلوقتي ده مدرب كبير بيقول أي كلام اللي هيقولك لا ده مدرب ما كانش ينفع الأهلي يجيبه بيقول أي كلام الأهلي خد قرار بناء على بعض الأمور والتوصيات منها توصيات لجنة التخطيط كابتن حسام غالي كمان بتتكلم فيه واحد كبير ورائع وعظيم زي مان والجوزيه كل دول قالوا أو رجحوا كافة الراجل رجحوا كافة الراجل ليه؟ عنده شخصية قوية بيشتغل كويس مدرب بروميسينج عنده مشروع عنده خطة بيعرف ينفذ أفكاره في الملعب حاجات كده مؤشرات حلوة مؤشرات حلوة يقدر بقى يطبقها على الأرض الواقع الله أعلم نشوف مع النادي الأهلي هيقدر يعمل إيه؟ خلونا نشوف الله أعلم وده ليس تقليلا من الرجل بكز معايا ليس تقليلا من الرجل هو بيت سمو سماني السبي بتاعه كان إيه؟ دولة أبطال الأفرق كده كده إحنا عارفين ونممكن أعدلك عشرين مدرب خدوا دولة أبطال الأفرق كده ما مكنوش يعني مدربين صف أول خد دولة أبطال الأفرق ده السبي ده أهم حاجة عملها بيت سمو سماني قبل ما ييجي النادي الأهلي وطبعا انت فاكين وقتها قالك إزاي تجيب مدرب من القرى الأفريقية وإحنا مدربيننا قليلين في مصر تمجي مدرب من أوروبا والراجل جيه ونجح نجاح باهر مع النادي الأهلي بغض النظر اختلفنا واتفاقنا عن الأداء وخلافه بس بطولاته تتحدث عنه بس ما كانش سيفي كبير ونجح نجاح كبير يعني الأهلي كسب الرهان مع بيت سمو سماني إدارة الأهلي إدارة النادي الأهلي كسبت الرهان مع فيلر بغض النظر إن فيلر ما كملش مع النادي بس الفاتح اللي كان أضاها مع النادي الأهلي لأن الأهلي كان شكله حلو وفايلر برضو لما كان جاي الناس قالت ليه ليه مين فيلر مش تغلش في المنطقة ومش اسمي كبير في أوروبا ليه راجل نجح بيت سمو سماني نجح بس نانه شوفه عشان تجارب النادي الأهلي أصلا مع المدربين الأسماء أو الأسماء الكبيرة يعني ما كانش تجارب نجح أصلا يعني أنا أحب المدرب اللي عنده طموح مش المدرب اللي يجي لك معلم المدرب اللي يجي لك كبير المدرب اللي يجي لك كبير ده بيقعد بقى يقول لك إيه ده اللي أنت بتعمله وإنت بتعملهش مش عارفه بستثناء كله سكيروش بصراح عشان بحبه أو بحترمه أو بحترم شغله يعني عشان هم درب كبير وإسمي كبير في الكرة العالمية طيب ده بالنسبة ليه المدرب الجديد ليه النادي الأهلي النهاردة كابسة وحفيز وميشيل يانكون قاعدوا مع محمد الشناوش قاعدوا مع محمد الشناوش ومبارح في مبارات بيراميدز كان في خطأ واضح لمحمد الشناوش وأنا قلت مبارح الكلام ده هجوم كاسح على محمد الشناوش من بعض الجماهير مش من كل الجماهير هجوم كاسح ليه ليه ما هو حارس مرمى بيغلط وارد زي لعب الكرة اللي بيخطأ في باصة زي المهاجم اللي بتفوته الكرة من قدام دماغه وما يجيبهاش جول وارد كل حاجة واردة آه هو الخطأ بتاع الحارس دايماً بيتعلم عليه عشان هو بجول بس وارد هل ده يقول إن محمد الشناوش حارس كبير ده يقول إن محمد الشناو مش أم حارس في مصر ده يقول إن محمد الشناوش يعمى شالي النادي الأهلي ومنتخب مصر بالراحة ده بقى اللي عمله النهاردة سيدة عبد الحفيز ومشيل ينكن مع محمد الشناوي ملمهوش محدش انتقده قالوا نرمي وراء ظهرك قالوا نه ما تزعلش قالوا نه ما تتضايقش كل الناس بتغلط كابسه حفيز قال له كده ومشيل ينكن قال له كده برضو والموضوع خلص في الأعادتين دول في الأعادتين دول كابسه حفيز أشاد بمحمد الشناوي وقال له انت كده كده حارس كبير وكلنا ثقة فيك وما تسمعش لللي بيتقالك ورمي وراء ظهرك واللي جاي هيبقى أحسن خلصت الحكاية محمد الشناوي أحسن حارس ومصر مش رأيي وإن كان رأيي عملت أرقام بطولات إنجازات مشاركات تخليه رقم واحد بس ببساطة خطأ ما يخلهوش حارس ساي لو الأخطاء دي بقى اتكررت كثيرا كثيرا في فترة قريبة هنا ساعيت هنطلع بقى نقول إيه لا السنة بقى شناوي مش انت مش مركز شناوي فيه هبوط في المستواك شناوي قعد عادي موزهي برضو زي أي لعب موزهي لعب كبير هيبقى مكانه أبدي هيبضل في مكانه أبديا بس الكلام ده لما يتكرر كتير مش من أول غلطة إلحق بص الشناوي عامل إيه صعب أهوش صعب الشغل في الكورة في كل حاجة في الكورة صعب هي أول غلطة بس أول غلطة تخلص عليك مهما عملت قبل كده مهما عملت قبل كده طيب نروح اللي بعد كده تعرفين بدر بنون عنده عرض من نادي قطري والأغلبية دلوقتي في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ده خاص لرقم عشرة بترحب ببيع بدر بنون تمام؟ بيرحبوا ببيع بدر بنون لنادي قطر القطري هتقول لي ليه هو بدر بنون اللي حم ده ما كملش كتير وبعد كالجات الأصابة طويلة بسبب الكورونا والمضاعفات بتاعتها فما لعبش كتير مع الأهلي وكان بيقدم مباريات كبيرة مع النادي الأهلي إيه لي خلي الأهلي يوافق إيه ماشيه؟ أقول لك رأيي وأنا رأيي مع رأي لجنة التخطيط هو اللاعب كبير اللاعب عنده شخصية قائد مدافع لو بمقاييس المدافعين فممكن يكون هو رقم واحد في مدافع النادي الأهلي الحاليين كلهم بس هو مش رقم واحد بفارق كبير عن اللي تحته ممكن بدرجة طيب لما يجيلي رقم فيه يقترب من 3 مليون دولار وأنا أصلا أعدت نص موسم تقريباً أكتر مش مستفيد من بدر بنون طيب ما استفيد من الفلوس وروح اشتري لعب أو اتنين تانين وممكن يبقى زيه ممكن يبقى أفضل وارد فبصراحة أحيانا الأهلي بيفوت فرص زي دي دي فرصة وده عرض حلو مالياً حلو للنادي الأهلي فممكن يستفيد منه وده اللي بتفكر فيه لجنة التخطيط أو اتفقوا عليه أغلبيتهم يرحل بدر بنون الخلاف بقى في اللجنة عليه هو يرحل دلوقتي في الوقت الصعب ده في الأهلي ولا يرحل في نهاية الموسم طيب لو رحل دلوقتي ممكن يحصل إصابات ولا حاجة في خطة فعل نادي الأهلي فالأهلي يتأثر ويندم إنه باع بدر بنون في اللحظة دي طيب هو ليه لازم يبيع بدر بنون في اللحظة دي عشان الموسم هناك في خطر هيبدأ خلاص هم الناس بيعملوا تعاقلاتهم إحنا إحنا زي ما قلت لكم ومن كينا إحنا دايما الاستثناء فيه سوق انتقالات شغال دلوقتي والناس بيتبيع وبتشتري إحنا ملناش دعوا بإيهم إحنا في حتة تانية إحنا بنشتغل بطريقة تانية إحنا لسه الموسم بتاعنا اللي هيخلص لدين أغسطس والموسم التانية الجديدة هتكون بدأت في كل الدوليات فاللي بيبيع أو يشتري بيبيع ويشتري دلوقتي خاصة لما تجيلك العروض خارجية يعني في مصر هنا هنبيع ونشتري لما نخلص الموسم بيننا وبين بعض لكن لو لعب عندك أو مدرب عندك جالوا عرض برة خلاص طيب معنا خبر عاجل دلوقتي خبر عاجل وفي منتهى الأهمية وفي منتهى الأهمية أشرف بن شرقي يختر نادي الزمالك برحيله وعدم تجديد عقده ده اللي عمله أشرف بن شرقي منذ لحظات وأخطر مسؤولي نادي الزمالك بالرحيل عن الفريق وإنه مش هيجدد عقده وإنه مش هيكمل فيه الدوري المصري وأكد إنه لديه عروض بأحد الأندية القطرية والتركية وده وفقا لتصريحات رئيس النادي رئيس مجلس دارة نادي الزمالك ومجلس الزمالك مش هيتفون مع أشرف بن شرقي تاني وآخر جلسة حصلت لللاعب أفل فيها باب المفاوضات بشكل نهائي موسم الحالي آخر موسم له مع الزمالك خلص مفيش أشرف بن شرقي في نادي الزمالك وبحسب تصريحات رئيس نادي الزمالك إنه مش مكمل في الدول المصري مش مكمل في الكرة المصري ده بحسب التصريحة يعني كمان الكلام بتاع النادي الآلي مش موجود يعني هو عنده عروض خارجية بص أنا أقول لك حاجة في قصة أشرف بن شرقي تحديدا يعني أشرف لعب كبير قوي وقلت مبارح وأقول مبارح وده من أحسن المحترفين اللي جوم الدور المصري يمكن على مر التاريخ وتحديدا في آخر عشر سنوات مميز لا عم مميز يعني مميز يعني بيعرف يعمل حاجات مميزة ما يعملاش غيره فهو مميز فهو كان إضافة للدور المصري إضافة لنادي الزمالك الواحد كان يحب أنه يكمل مع نادي الزمالك يحب أنه يكمل في الدور المصري ولكن هكرر كلامي تاني اختياره وهو حر أدام بيشتغل لآخر لحظة لآخر مباراة في عقده يا أهلا ويا سهلا ومرحبا بيك ونحترم احتراما كبيرا هو الحكاية إيه هو عقد بيني وبينك العقد خلص يبقى تشتغل لحد آخر العقد وبصراحة شديدة هو ما عملش مشاكل بصراحة يا أنا مش فاكر دماغي مش جايباني إن أشرف مثلا اعترض مثلا على تغيير اعترض على تشكيل اتأخر في الصفر اتهرب من مباريات مش فاكر دماغي مش جايباني لده هو بس كان له كده فترة كان ههبت مستوى شوية لما كان فيه مفاوضات ساخرة بينه بالنادي الزمالك على تجديد التعاقد هبت شوية مستوى تركيزه قال لكن بعد كده رجع تاني إلى حد كبير لمستوى في كثير من المباريات الأخيرة لنادي الزمالك أولا أولا هو خسر نادي الزمالك ثانيا أكيد نادي الزمالك هيخسر موهبة زي أشرف بن شري ولكن اللي موجودين يسدوا وماشاء الله على شباب الزمالك ماشاء الله على شباب الزمالك سدين سدين يعني سدين سدين ما أنت مش محتاجي يعني ما فيش أزمة وما فيش أي مشكلة بالمناسبة هيبقى فيه غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوبات رح نتكلم فيه عشر غيابات عشر غيابات في نادي الزمالك في المباراة واحدة مباراة سيراميكا كليوبات أقول لكم الأول الغيابات الغيابات محمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحزم إمام وحمز المثلوسي وحمد فتوح ومحمد أبو جبل وطارق حامد ويوسف أمامة ورزاق سيسي أما قائمة الفريق محمد عواد السيد عطية في حراسة المرمى الدفاع محمود حمدي الوينش محمد طارق حسام عبد المجيد عبدالله جمعة ومحمد حسام بيسو الوسط إمام عشور إسلام جابر محمد أشرف روقة محمد أونجم محمود عبدالرازق إشكبالة أيمن حفني أحمد سيد زيزو أشرف بن شرقي سيف جعفر سيد محمد عبدالله وفي الهجوم يوسف أسامة عمر السعيد وسيف الدين الجزيري طيب كانت كانت مباراة لإستن فيها سوء حظ مش طبيعي سوء حظ واضح وكبير سوء حظ مش طبيعي رغم طبعا أن البرامد قدر يسجل سياسة الأداف بس إستن ضائع تقريبا على ما أعطي ذكر كورتين في العرضة وكان ليه كمان كور مباراة معايا الآن عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق إستن كامباني ومن اليوم مبروك يا فندم فوز كان مهم بكل تأكيد كابتن كريم فوز مهم والحمد لله فضل كبير أمنا عند قبنا ثلاث مقاط مهمين جدا من فريق عنيد زي جونس ملعبه أعتقد فوز بيحيي الأمل تاني عندنا من جديد وبيقربنا من الفرق اللي هي في الدائرة بتاعتنا الحمد لله النهاردة الفوز كمان كان صعب وفي العزال الخير بفرج عن المباراة وبشوف حرارك وانت مش قادر تستحمل خسارة نقاط أخرى وصراحة دايما بحيس إن إستن بيعمل مباراة كبيرة كل مباراة اللي لعبها في الفترة لأخيها كانت مباراة كبيرة حتى لو وجهوا سوق حظ في النتائج ودي حقيقة فعلاً والله كابتن كريم يعني مباراة بيراميز المباراة اللي فاتت حظنا العسل إن احنا قابلنا في الاتين كبار الأهلي وبعدها بيراميز صح الأهلي الإحصائيات بتقول ست فرص مؤكدة للأهلي وست فرص مؤكدة لإستن الكمباني صحيح الأهلي أحرض أهل أربع هداف وإحنا أحرضنا هدف واحد وانتهت المباراة أربع واحد مباراة بيراميز زي ما حالك قلت كده من شوية إحنا كرتين في العرضة وكرة أقضش في إكرامي وأكثر من كرة ضعت من لنا أفكر أفكر الناس كمان أو حتى اللي مفرقش على المباراة عشانا فوقت على المباراة كلها أنت كان لديك تصويبة اللي جات في العرض الأونادي قبل أهداف بيراميز كلها كان ممكن المباراة أصلاً شكلها يتغير تتغير خالص بالضبط كده وطلعت بتالية غريبة هل تتغير في العرضة وترد في ظهر الشريف إكرامي المفروض أن الطبيعة ترد في ظهر وتخلش يقول لا طلعت أو تفاق قبلنا مسوق توفيق النهاردة التوفيق كلم عن الحمد لله رغم غيابات كتيرة جداً وأنا ما أتكلمش عن غيابات وأنا بخصى أنا بأتكلم عن غيابات وأنا كذبان لدينا غيابات كتيرة خط الهجوم بالكامل أحمد أمين قفة أحمد ميهوب موقوف أحمد أمين قفة مصاب النهاردة فراس بن عفية أول خمس زائي يجيلوا مزق ويطلع يطير النهاردة لو تبص بلعب أحمد تمسح فرود لغم أنه وسط مهاجم بلعب حجي فرود بلعب محمد رمضان دول كلهم وسط مهاجم استخدمتهم كفرودة وربنا قرم من النهاردة بتلت أهداف ومبركة الجميلة يعني من فرد خمس أهداف في فرص ضائعة هنا وهنا الحالسين تقلقوا هنا وهنا إنما ربنا أراد أن يعوضنا عن عدم التوفيق فاطر الفاتد إننا نفوز النهاردة بتلت نقاط مهمين جدا في توقيت قاتل يعني توقيت حاسم لو كنا لقد الله تعادل أو خسارة كان بنسبة جدا قوي يقول لك خلاص يعني الأمور صعبة فعلا إنما لأ ما كسبنا النهاردة بيقربت كتير جدا وأنا بشكر اللي عيبها الله من خلالك الولاد قدوا بروح عليها أو النهاردة ونتقدم بنرجع نتأخر بنرجع تاني ففضل جبير عمنا عند ربنا متفاعل يا كابتين علاق متفاعل حيث إنه الأمور وريبة إنك تكمل في الدول بإذن الله رب إن شاء الله متفاعل وده اللي أنا بشتغل عليه وبيقس وورانا مجلس إدارة لأس المهندس ناصر عبد عزيز بيسندنا بقو والسيقة تجريفية كمدير فني وفي الجهاز وفي اللعبين ودي بتدينا روح أكتر وأكبر وإسراء أكبر إن نحن نكمل مشوار يا رب إن شاء الله إن شاء الله المود حلو دلوقتي آه كتير المود حلو بقى دلوقتي يا كابتال عشانت لما مودك يوحش بنزعل لا والله لما بيمود يوحش أفضل الصدق عشان ما عشان ما نغلطش دايماً أنت كده كابتال عليك فيديو كل موسم الفيديو ده طبعاً انتشر جداً لو أنا مود يوحش ما حدش تكلمني في الكورة لا أما أنت تطلع من المباراة سأقول لك فرص مؤكدة ست فرص مؤكدة لي صح مباراة الأهل وست فرص مؤكدة وهم يجيب أربعة وإحنا نجيب واحدة ففنيات ما كانتش مباراة فيها فنيات كتيرة هي توفيق وعدم توفيق فعشان كده ما أرضتش أتكلم في الفنيات في المباراة دي وبركت النادي الأهلي والنادي الأهلي فريق كبير طبعاً ففضلت أن أنا أصمت وما أتكلمش وده شيء طبيعي وحق أصيل لي طبعاً اتكلمنا في حاجات تانية اتكلمت مع الصحفين فده شيء طبيعي المهم المود يفضل كويس يا رب عشان دايماً تبقى موفق ودايماً شخصية محتر من أعتز بيها جداً حبيبكات كريبة أشكراً جزيك أبداً عبدالعال الموديل الفني بعد فوزه اليوم على الجونة ثلاثة اتنين في مباراة في منتهى الإسارة ده بالنسبة للمباراة الأولى وهفضل أكرر ده حتى هذه اللحظة لو سألتني من أفضل مدير فني في الدور المصري أقولك بثقة جداً الكابتن طارق العشري نتائج مبهرة ومدهشة لطلاق الجيش كلها واحد سفر 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 واحد 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 سفر 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 واحد واحد لا يخسر وأداء رائع أداء تيك تيك رائع عشان أبقى ضقيق في الكلام تيك تيك ده عشان تتقول لي أداء الدفاعي ده ممل جداً أنا حترم المدرب اللي عارف إمكانياته كابتن طارق العشري كان معاه من فترة قريبة وقالك أنا بلعب في حدود إمكانياتي أداء بلعب في حدود إمكانياتي وباخد النتيجة اللي أنا عايزها بقى مدرب ناجح وهو فعلاً مدرب ناجح هو أفضل مدرب بياخد كل اللي هو عايزه في الدورة حتى الآن وطلع الجيش روايداً روايداً يتصرب نحو المربع الزهبي بيقرب وإنت مش حاسس بيه وإنت مش متخيل أصل أن يوصل للمربع الزهبي تشكلته جيدة ورائعة وكل شيء بس بالمقارنة بالإمكانيات الأخرى لا طلع الجيش مش المفروض يبقى في المكانة دي ممكن يبقى في المكانة أقل بس هو دلوقتي في المكانة اللي الكابتن طارق العشري يساعد فيها اللاعبين إدارة نادي طلع الجيش اللي اختارت الكابتن طارق العشري في المهمة دي كل دي أو كل ده منظومة نجاح جيدة ورائعة في نادي طلع الجيش خلتهم في المكانة دي دلوقتي يكسبوا فريق محترم جداً 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 هو فريق في يوتشرب مع مدرب كبير جداً هو الكابتن علي ماهر يكسبوا المباراة زي دي بعد طبعاً تعادل مع الأهلي وفوز على الزمالك ونتائج مبهرة لطلع الجيش في المهمة زي ما قلت لكم من شوية الكابتن أحمد أيوب تم تعيينه اليوم مديراً فنان لفريق حرس الحدود الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز كابتن أحمد أيوب لحظة توقيع العجب الكابتن أحمد أيوب المدرب العام الصابق طبعاً لمنتخبنا الوطني والنادي الأهلي وبيراميدز مليون مبروك للكابتن أحمد أيوب كان لسه وضفنا مبارح بالليل وكنت لسي بتكلم معه على فكرة العودة للنادي الأهلي أو التدريب فريق في الدوري الممتاز والنهاردة كان فيه بيننا تليفون هو قال لي أنه كان الاتفاق بينه وبين حرس الحدود أن حرس الحدود هو اللي يعلن رسمياً خبر توليه مهمة المدير الفني للفريق الفترة القادمة طيب النهاردة دراما حلوة دراما حلوة اللي محب الكورة في الدوري السعودي دراما حلوة أوي حاجات اللي بتتحسم في آخر ثواني دي بتخلي الكورة حلوة أوه طبعاً انت لو مشجع فريق خسران بتبقى مأسابي لنسبالك لو مشجع فريق كسبان بتبقى فرحان فرحة ما فيه إزايها فالنهاردة مشجعي نادي الهلال هم اللي فرحوا الهلال النهاردة طوك بلقب الدوري السعودي بعد منافسة كبيرة جداً مع فريق اتحاد جدة أفاهمكم فرقتين كانوا متساويين في النقاط حتى الجولة الأخيرة النهاردة بس كان الهلال متفوق بالمواجهات المباشرة الهلال كسب النهاردة والاتحاد تعادل فاكفز الهلال بالدوري السعودي وخسر الاتحاد اللي كان عامل موسم رائع وعظيم الدوري السعودي وسط أحزان شديدة جداً للعبنا الكبير لبطلنا الكبير أحمد حجازي لعب اتحاد جداً النهاردة اللي شال هدف محقق من على خط المرمى النهاردة لصالح فريق وفريق اتحاد جدة ولكن الهلال الكبير يفوز بلقب الدوري السعودي ومليون مبروك مفاجأة كبرى بقى في الدوري السعودي الكبرى في الدوري السعودي احنا كلنا تساعد مما شفنا كورة وحبينا كورة وعرفنا كورة عرفنا ان السعودية فيها عندية كبيرة الهلال الاتحاد النصر الاهلي الشباب واندية اخرى بس فيه اندية كده بتفضل معلقة في ودانك وانت حتى لو انت مش مشجع السعودي او مشجع للدوري السعودي هتفضل اندية دي شايفها اندية كبيرة طويل الوقت النهاردة المفاجأة كبرى انا نادي اهلي جدة يهبط رسميا الى دوري الدرجة الاولى السعودي يهبط رسميا مفاجأة كبرى طبعا التعاون النهاردة يعني نجم نفسه اللي بيلعب ليه مصطفى فتحي نجم من الهبوط ايضا النهاردة كمان الاتفاق نجم من الهبوط ولكن الاهلي اهلي جدة السعودي يهبط الى دوري الدرجة الأولى غريبة مفاجأة طبعا هي اول مرة في التاريخ تحصل للفريق مفاجأة كبيرة وضخمة جدا مليون مبروك لنادي الهلال هارد لك لنادي الاتحاد اللي بيلعب له نجمنا الكبير الكبير احمد حجازي مايزعلش النهاردة الصور كانت تحزن جدا لأحمد حجازي مع نهاية المباراة مايزعلش هيبقى واحد من اهم اهم اللاعبين اللي جنف تاريخي الكرة المصرية ومدافعي الكرة المصرية بعد الفاصل كلام كتير جدا مع كابتننا الكبير كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الاصبك خليكم معنا الآن الرئيسي 1917 الأصل لعامην الآن الأصل الأصل المصر اشتركوا في القناة 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 وربما يكون منتخب مصر هو الآخر تحت قيادة بورتغالية للمدرب باولو سوزا المرشح الأوفر حظا لقيادة الفراعنة كل هؤلاء سبقهم الأسطورة مانويل جزي صاحب الإنجازات والأرقام القياسية مع النادي الأهلي كما مر أيضا في طريق القلعة الحمراء توني أولفيرا الذي لم يحقق النجاح المنتظر بينما مع نادي الزمالك تواجد معه مانويل كاجواد ثم جامي باتشيكو الذي كانت تعتبر فترته مع الزمالك جيدة لكنها لم ترتقي للنجاح الذي تحقق مع فريرا والآن وبعد الاتجاه الكبير من الكرة المصرية نحو المدرسة البرتغالية يبقى السؤال الذي يشغل بال الجماهير حاليا هل يكون البرتغاليون طوق النجاح لتطوير الكرة المصرية؟ أبضيف العزيز دائما إلى قلب الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليلة كابتن محمد مشرف ومدور بنا خارج كابتن ده أنت العزيز على ألبي أخبارك إيه؟ الحمد لله كابتن كل حب كل زلفور أعجبك المدرب الجديد لقالي بيكارلوس أليس والله يبص هو يعني أنا يعني كسي في هو مش قوي ولكن ممكن يطلع قوي جدا زي فيلر وممكن يطلع مش قوي بس إحنا نجرب زي لأ مزي حد لأ لسه يعني ممكن ما يتوفقش قبل كده جزيه ما كانش سي في قوي فيلر ما كانش سي في قوي موسيماني ما كانش آه خد بطولة أفريقيا بس الرجراج يخد والشعباني خد ومحمد يوسف خد مش مقياس فعلا أن بطولة أفريقيا تتحس بسي في الراجل بس أنا عايز أقول لك نقطة أنا ممكن أجيب مورينه للأهلي بس يا ترى الفرقة اللي معاها هتساعده إن يبدع إنه يقدي المشكلة مش في المدير الفني دلوقتي المشكلة إزاي أكون فريق النادي الأهلي إزاي أدعمه على الأقل بأربع خمس لعيبة سوبر 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 مش مكسوني برستاو تشلني سنتين كاملين زي معلول زي فلافيو قبل كده زي فلكس قبل كده زي آآ اليوة نايزي النازي بتشيل لنادي الأهلي سنة اثنين تلاتة كل دول فأنا دلوقتي مايامنيش المدير الفني القوي قد يامني إدارة النادي الأهلي إزاي أكون فرقة إزاي فعلا أتشوف فرقة تكمل سنتين تلاتة فأه يعني برتغالي برتغاليين مشيين في الكرة المصرية كنتوا دلوقتي عرضتوا كذا اسم نجحه في لأنه شبهنا شوية كده بيعرفوا يتعاملوا معنا بيعرفوا اه الطبع الشعب المصري فأتمنى التوفيق كان معين برح مرهون الشافي وجاب شهد حالات فنية زميلنا مرهون الشافي جاب حالات فنية للراجل في المباريات راجل بلعبه اربعة تلات تلاتة بس واضح جدا أنه الاتنين تمانيات اللي بلعب بهم هم اتنين عشرة مش تمانيات يعني مش يلعب بعمل السورية وحمل فتح وديانج طايرين على طول هو عايز عبدالقادر وقفش يلعبه تمانيات مثلا أنا بقول دي هداية بتاعات الراجل فنان الله أعلم لم يجي هعمل إيه شايف ده هيبقى مناسب للأهلي جدا هيبقى مناسب إحنا طول عملينا الناد الأهلي حب يهاجم حب يلعب لأن أنت في الدور المصري يعني فرق أو فرقتين بس اللي ممكن يضغطوك ومشتول الماتش زي مثلا الزمالك برمد بقيت الفرقة كلها بس كله بقى يعرف يهاجم يا كابتل عبدالجليد بس زي زمان كله بيعرف يسجي الأهداف وكله بيعرف يوصل للجوم لو عنده جراءة يعني أنت لو عندك جراءة ماتش المحلة أنا كاليس كان معكبتنا عبدالعال بيقول لي الإحصائي بتاع المباراة أنا كان عندي ستة فرص على الأهلي والأهلي كان عندي ستة فرص علي هو جاب أربعة وأنا مجيبتش ألا واحد إن هو وصل لمرمى الأهلي ستة مرات لأن الأهلي بيعرف يكسب وهو وحش بيعرف يكسب إن بارح نادل أهلي وبيرامدز في الشيط التاني كله بيرامدز في النص ملعب نادل أهلي نادل أهلي عارف يجيب أنا هجيلك على الأهلي وبيرامدز بس في ملحوظة مهمة كمان عند ريكاردوس والس ودي ملحوظة لازم تتقال عشان ما كانش بيعملها بيتسو موسماني وأعتقد إن جزء من تعثره في الفتاة ده خاكتها دي إلي هي؟ إن رجل جاي بجهاز فني فيه جهاز فني كبير يعني جاي مدرب مساعد جاي مدرب أحمال جاي مدرب محل الأداء معاك كابتن سامي ومصان هيفضل معامش اليان كون مدرب الحراس هيفضل غير كابتن سامي وحافظ مدير كورة ففيه جهاز فني الفتاة الكبيرة يبقى عندها جهاز فني كل واحد عنده وظيفة أنت قلت دلوقتي بيتسو موسماني شغاله وكابتن سامي ومصان بس شكرا وده حقيق وده إحنا دينا به إن ما ينفعش جهاز نادل أهلي يبقى اتنين بس صحيح مدرب حراس ومدرب حراس مدرب حراس مش يدخل فنيات مع العب صح فأنا بتكلم على اتنين صح ولا المحلقة ده هيقول المدير كورة ولا مدير الكورة بالزبط كده فلا ما كانش ينفع فأنا شايف إن جهاز نادل أهلي لازم يبقى كبير لازم يبقى فيه اللي بتاع ده وأهم حاجة بقى البدن ده أهم حاجة لأن أنا بصرج على مبارات النادل الأهلي في كم واحد تلتاشر صح ها أنا معا اه بنتلتاشر ستتاشر يعني ستتاشر دول محلل أداء يعني ببقى كذا محلل أداء مش واحد بس هي بالزبط كده النادل أهلي فريق كبير فمفعش يبقى اتنين بس ولو هو عنده مثلا كورونا ولا حاجة تلاقي سامعيني يوقف له واحده طب أنا ساعات بعطر عايزة ميلة على حد أقول له أعمل ايه أخو لازم كده بلاش في المبارات نفسها وانت بتحط رقية اللاب تشكيل محتر ما بين لعيب والعيب دي مهمة أوى كابتن بتاخد قراء الناس أعتقد النادل الأهلي لا الحتة دي أهم حاجة حاكتين يكون فريق العمل البدني النادل الأهلي بقى له فترة بيلعب الشروط الأول معقول الشروط التاني بيتراجع مش قادرين أنا فجئت مبارح محمد هاني بيجيلي وشد بعد خمس وقتين ياسر إبراهيم بيجيلي وشد لا محمد هاني مجهد ولا ياسر إبراهيم مجهد ما تقنعنيش ان الإجهاد يوصلك انت هاني ما لعبتش منتخب فانت مجهد من ايه والنغمة اللي طلع قص فيه إجهاد إجهاد لا ده بدن قليل الراجل ده موسمين قبل ممش قلت نقطة في متعلقة أمي ان مش كل اللعيبة جماعة اللي في الأهلي بتبقى دوليين حالة اللي بشيج ده قليل ففيه لعيبة كتير ما عندهش ضغط المباريات مين في الأهلي ده اللي لعب بس برافو عليك اتنين أفسى ما كانش بيلعب شريف ما كانش بيلعب حمدي كان بيلعب بردو بس حمدي مصاب مصاب حمدي طاهر ما كانش بيلعب حسين الشيحات ما بيلعبش ممكن علي في منتخب وماشي لو علي ما كانش موجود فماتش بيلعب ما كانش موجود أليو ديانج بيلعب وهم صاب بقاله فترة ما كل ده كابتن لان الراجل كان موسمين بيدي فترات أجازة طويلة قوي قوي يعني فجأت مرة ثمانت ايام مرة عشرة ايام ومرة مش عارف ايه غير ده وده بقى أنا فرحان بقى لها بحسام حسن لو هنتكلم بقى على الماتش هنتخش فيه ماتش الأهلي وبيرامد ابتدى يشوف ابتدى يشتغل ابتدى يوصل الكرة اللي جابها دي جون صعبة قوي صحيح بمعنة كده دخلت على بيرامد في خبرة في الزحمة النهاردة رو عتقول لي تاكيز جونيوس مش طيب أقول لك الأنح ايه بقى قدام الكاميرا اوه انه فيه كلام حاليا بيحصل او بلاش كلام رسمي ممكن اقول لك انه بعض الوكرة رشحوا بيتسو موسيماني لبيرامدز يعني بيرامدز ممكن يتعاقد مع بيتسو موسيماني في اي لحظة لو بيرامدز ارتقى ذلك ولو بيتسو موسيماني وافئ حتى هذه اللحظة بيتسو موسيماني ما عندوش عروض خالجية ده حقيقي والكلام انه قريب من نادي بيرامدز لسه ما فيش حاجة رسمي يعني لو بيرامدز ترع قال لك انا ما عندش حاجة رسمي بخصوص هذا الامر فده حقيقي انا بقول لك اوه بس فيه كلام كده في الانحاء تبقى فيه وكيلي اتكلم مع وكيلة بيتسو موسيماني عنده منع انه يدرب بيرامدز لها ما عندش منع من حيث المبدأ طب نسمع طب نتكلم ده الكلام بس بيرامدز اينه على بيتسو موسيماني وعلى جراس كمان المدير الفن للأسبق لها دي زماني بس بيتسو موسيماني اللي مركزين عليه اول فترة دي حلوة المعلومة؟ حلوة جدا حلوة جدا بس اتبقى قلت اتعمرهم لعملوا كده اه انا معرفش بيرامدز بقى لها فترة الادارة متخبطة جامد ده لا 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 ليه اولا تكيس قبل ما يجيبه اهاب كان ماشي كويس جدا اخر موتشين كسبان خمسة كسبان خمسة وبيعدي كرة حلوة مبارح يشوته التاني متقولش بيرامز وحش يعني انت تحب ان هم يرجعوا اه يعني لو ماشوا تكيس طبعا ولسه ماخدوش كرار في رسم الدول لما يعالين هذا الامر خالص بس لو ماشوا تكيس يتحب ان هم يرجعوا اهب جلال؟ لا لازم يخلوا تكيس زي ما هو طبعا الراجل اللي اللعب يعني بتاع كرة شايفه مدارب كويس جدا يا كابتن جدا اه اللعيبة بتلعب انت بتلعب نادي الاهلي مش مش فرق اه وليلة بس انا مبارح تقربتها كابتن محمد وناقشني برضو ام انه ما كانش عنه حلول بقى ما تجيش تقوللي اصلا بي لا بالاهلي ما هو لا يعني لو بتتكلم بقى على تشكيلتين فالتشكيلة مبارحك يا بتلعب ببيراميدز عشان غيابات الكتير عند نادي الاهلي فممكن على الورقة تبقى تشكيل ببيراميدز اقوم من تشكيلة النادي الاهلي انا قلت اول مبارح ان البيراميدز لو مكسبش الاهلي في الحالة دي والنجوم دي عالورق احنا طول عمرنا نقولي عالورق ايه الاهلي يكسب صح لأ المرة دي بقولك كان عالورق ببيراميدز يكسب وقلت كده لو ببيراميد ما كسبش النادي الاهلي وهو كده في حالته دي وبالنجوم اللي في ببيراميد لأ يلم الاوراق ويشكرا ويكفاية صرف على دي بكلمك بجد انا معاك في دي صح ولكن الحلول لا مش اخطاء مدرب الحلول الفردية يعني انت عايز تقولي المدرب يقولي رمضان صبحي عدي من رامي ربيعة احظر رمضان رامي كان متقلق مبارح وانا عجبني ان هو رجع رامي رمضان مش عارف يعدي في واحدة غير واحدة بس يعدي طول الماتش ما انت مش ده لما حطه في مكانه على الشمال هو بدأ المبرابي ايه بدأ ببير مباراب مهاجم وهمي وحاولات فقر بن يوسف على ديمين وحاولات اسلام وعيسى هل ده مكان رمضان صبحي لا لا لما راح ناحية الشمال اشتغل ده خطر مدرب عايز اقولك الحال فرقة بيراميز فرقة تقيلة قوي ونجوم كتيرة قوي مش اي حد يسيطر عليها بس لو اللعيبة او يعني حسيت ان اللعيبة اقوى من المدير الفني دي مشكلة وانا حاسس ان اللعيبة بتعمل بمزاجها في الملحب مهما تقول مهما تعيد تكيس مشي ورجع وفيه كلام يمشي ويرجع لو الادارة تقف في ظهر تكيس يوناش لا هيعمل بفرقة دي حاجة لانه لما مسك الفترة الانية ابتدى زي ما شغال كده وبعدين عيلي بالفرقة قوي طول ما المدرب حاسس اللعيبة اقوى منه دي مشكلة ونباري حاسيت ان كله عايز يخش في الكوراجون وحتى لما جل ضربة الجزاء الطبيعي مين بيشوت هتضل لا رمضان دخل شوت وانا معتقد ان رمضان انا عايز اجيب جنف الاهلي ده احساس لعيب اصلا الى خالة رمضان يشوت رمضان بيشوتش ضربة الجزاء وفي اخر دقيقة وفي الوقت الضايع وليه يجيبهم في اللاعب اكيد يتهاجم من الجماهير وبقاله فترة بيتهاجم من الجماهير ورمضان لسه صغير شاب صغير يعني 23 أبقى 20 سنة انت رمضان هتعمل كده اياميها اه انما لو اكبر كده وبتاعه لا انما هو في سنه ده اه عايز يزبط لا انا برضو رمضان صبحي انا انا بكلمك بشخصية لعيب كورة اه ممكن كنت اعمل كده انا بموتش اهلي الزمالك وانا في الزمالك تبقى بقى كدرات مدرب برضو يا سيبك بقى بالحاجات الجباهلية ورمضان يلعب ورمضان عايز يكي كل الحاجات دي حطها على جنب انا الوقت مدرب واقف برا وعندي لعب هو اللي بيسد ضربات الترجيح او ضربات الجزاء اخلي واحد عشان عايز هو اللي يشده بيت الجزاء هو اللي يشدها بالاتفاق مع نمرة واحد يعني لو نمرة واحد انا روحت ري عبدالله معلش سيب لي الكورة دي عبدالله بتاع وقال له اوكي اه لو ضاعت لو في ادارة قوية او مدير فني قوي هيقصم منه لان انا انا اي نمرة واحد فلان نمرة اتنين فلان نمرة اتنين ممكن في المطش ده يكون حاطين رمضان انا بقولك بس انا اللي شفتها او احساسي كلعيب كورة انه من رمضان عايز يشده عشان يجيب كورة ولكن البرمز بقالها فترة اللعيبة اقوى من المدرب بقالها فترة حتى ويهاب جلال موجود فالادارة ما بتحسش المدير الفني ده انت معانا سنة سنتين انت في اي هزة لا شكرا واللعيبة اللي بقية دي مشكلة انا ممكن اشوف احسن لعب في المبارة مبارح حد فتقولي يا راجل ده كان احسن مين ومش عارف مين واحد تاني شوف انه افشا كان احسن واحد في المرة واحد تاني يقولك لا ده والله يا حسام حسن الحب يدعيبهم كان عظيم مثلا محمد هاني يعاولك حاجة انا محمد هاني الشوتل اول كان عاجبني جد الشوتل اول كان كويس جد تمام لو قلت الحد كده يقولك محمد هاني مين كان كويس لا 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 احنا عايزين نفرق ما بين محمد هاني ماتش وحش مانعودش نفضله ماتش وحش 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 الشناوي غلط مانقولش لا ده بيغلط 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 مشكلة برضو نفس ننقل بقى ماينفعش لعيب يعمل كورتين في الماتش بيقولك يا ده نجمل الماتش ماينفعش انا راجل احنا ناس بتوع كورة فاهمين كورة مينفعش لا افشا طبع لعيب كبير بس انا بقوله على الهوى تلسة 40% لا عايزك تبقى 80% 90% زي من 6 شهر رامي ربيعة مفرحت له لانه رامي لعيب جامد جدا واتهاجم الفترة اللي فاتت واتهاجم ولا مكنش بياخد فرصة اولا مكنش بياخد فرصة والفرصة اللي كان بياخدها بيلعب وخايف عارف المدير فن مش مقتنع بيه يا اخي ده انا هيمشو انا كحساسي كلعيب فلما مشي موشماني لا رجعت له الثقة صلاح محسن رجعت الثقة صح محمد شريف حسام حسن هتبتدي خلاص ترجع ان شاء الله افشى نفسه طبع افشى ادي خمسة اساسيين جامدين انا لما بلعب وحسن المدير فن مش مقتنع بيه دي مشكلة كبيرة فرامي المكسب بتاع مبارح رامي ربيعة الشناوي الشناوي يبقى الشناوي يبقى الشناوي انا بس بقوله ركز الفتح دي هو عايز يروح الناصر للسعودي زي ما تقال اه الكلام كتير عليه انت مستوىك هبط بس ما ظنش دي شخصية الشناوي يعني الشناوي على فرد عنده عروض على فرد مش من اللعيبة الهوائية دي اللي هي تروح مع العرض وما تركزه انا اتعملت مع الموضوع انه خطأ وارد يحصل طبعا بس ما اتعملش انه حاجة عامة بس الخطأ لما بيجي في اوقات وراء بعض بتهز اي حد الشناوي تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين سنة الشناوي وصل الطب فورمو بتاعه اي حد بيوصل لازم بينزل شوية مفيش حد بيفضل في الطب على طول يا جماعة فلازم ينزل شوية انا مش عايزه يتأثر بالكلام كل اللعيبة العالمية وصلت لأهلا حاجة وبتنزل شوية ويطلع تاني انا شايف انما الشناوي هيبقى الشناوي لا ايه غلطة ماتش انما ماتش الزمالك مطلع واحدة من نفسك خواية جدا جندا جدا اه في الماتش برضو بتاع شرقية الدخانية بطلع واحدة بيده غطفت العرضة وردت لو ما لمسهاش صح ماتش الزمالك كان رائع ايه ايه يعني حتى لو مسكت غلطة بس شالك كم كرة صعبين جدا بالزبط انا نشوف انه مسكت لك كرة بتاعت اللي هي في العرضة القريبة دي لو مش الشناوي تخش صح الاخطاء وردة بس ما نحملش الشناوي نهد نهد في واحد بنا تاريخ الست سنين نمبر ون في افريقيا وفي مصر هنا فما ينفعش في ماتشة او كرة اقوله شناوي وحش اقوله ركز بس اقوله الافشة ابتديت من شوية رئيس نادي الزمالك قاله انه اشرف بن شارك خلاص عبلاغهم انه هو مش مكمل مع نادي الزمالك رايك ايه اه يعني لو هو هيمشي او النادي خلاص شايف انه معالي قوي بن شارك مش هدي تلسين زالت ده استحالة استحالة لانه وصل في حاجة عالية قوي زي فرجاني سياسي كان وصل مع الزمالك للطوب لما راح كتر حد سمع عنه ولا حاجة نفس الكلام لابن شارقي هو حاس خلاص ان فاضله سنتين فهيطلع بره ياخد فلوسه ويستفاد وانا سمعتك وانت بتقول هيعمله حفلة برافو برافو واحد الدنادي الزمالك مش لازم نمشي بخناق بمشاكل انا ما قلتش انهم هعملوا حفلة بس بقول يمشي بشكل كويس ياريت يعني ازاي ما بيحصل في اوروبا يبقى كويس منه اولا يعني هو الاول يتعامل مع نادي الزمالك باحترام وانادي الزمالك ايضا يتعامل معه باحترام زي القصة بتاعت ساديو من ايه بالزبط ورحيله من ليفربور وزيبك من ساديو من ايه ده عمل اوريجي من ليفربور صح رحمينا دم كان احتياطي صح ايه التكريم اللي كرمو ده وكان احتياطي ما كانش بيلعب كتير يعني تبقى عادة عندنا ياريت ادام ما اصرش لا ما اصر يسكن اللعب اصر او كان عنده مشاكل خلف الكواليس الله اعلم بس لو هو ما عمدش اي مشكلة ما كانش عنده ايه ازمة في الكواليس يبقى الراجل بص خلص عاده باحترام وخلاص محترف هو عايز ياخد فلوس اكتر حقه هو مش مترب في نادي الزمالك هو مش هيبوس الفلنة لما يجيب جول لا عندين غير الفكر ده حتى الناشط ولاعيب في نادي الزمالك خلاص يا جماعة الاحتراف حاجة وحبه وتربية النادي حاجة لا او تحديد المحترفين اجانا بيجولنا المحترفين هو جاي عشان ياخد فلوس وياخد تجربة اخرى في حتة تانية وهكذا بص بص مزي دولة النادي نفسهم زي ما حاجة بتقول بقى بيدورها على الفلوس طبعا طبعا هذا عادي يعني اه يعني وده حقهم خلاص بس انا افضل الانفصال بالشيك صح ليه ليه سمعتنا صح يعني اللي حصل مع كيروش بيسمع في العالم كله صح انا لا انا خصموا مني انا بتاع يقعد المدرب اللي هيجي يمسك منتخب مصر هيبقى الان احنا ناس طيبين ومسلمين انت فاهم فمش لازم كل واحد يمشي تبقى مشاكل وقواضي ويجرحوا فينا لا عشان سمعتنا صح كابتن محمد شرفت ومورتك العادة دايما بس انت اجندا بالتواجد مع حضرتك شكرا كريم شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم الاسداد زرامي رجب وبدال السيسي كثير من الكواليس في موضعات مهمة تخص منتخب مصر والنادي الاهلي بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا حضراتكم يشرفني وينورني في هذه الفكرة الاسدزة الافاضل الاعزاء جدا استاز رامي رجب الاستاز بلال السيسي كثير من الموضعات المهمة جدا تحديدا في التحاد الكرة وتحديدا في النادي الاهلي بخصوص المدنين الفدنيين الجدد سواء لمنتخب مصر او النادي الاهلي استاز رامي مشرف ومنور كالعادة انا سعيد انهằng recruitment معك اوajكريم ومع اخويه وصديقي بلال السيسي اهلا بك استس بلال مشرف ومنور وسعيد جدا بتواجدك معاي اهلا بيكyen استاز كريم واهلا بكل مشاهيده متابيعي رقم واحد في كل مكان. يعني مبسوط ان انا موجود معك. وطبعا مش هزايد على اخي رامي. انا مبسوط جدا ان انا موجود معك. شرف اتنوع. حبيبي. عملت انت واحد العظيمة ضابل كيك من كم يوم معنا هنا في البرنامج. بتاع تلوس كيروش والمشكلة والازمة واللي حصل. فكر الناس بيها وتعالى قول لي ايه اخير الابديت فيها يعني. خلاص والامور يعني زي ما قلت لك كده يا سكريم. ممكن كان في موضوع اه ما كانش الناس واخدى منه جدا. الفتر اخيرة كان فيه ازمة كبيرة جدا زي ما قلت لحضرات مع بالنسبة كيروش والتحاد الكورة. بسبب المساحات المالية. وممكن الراجل اه تواصل اكتر مع معارة مع اه مسئول الاتحاد ولكن اه. اصحاب في الوقت اللي كان كل الناس بتقول ان كالوس كيروش خلاص بقريب من منتخ المصر. وكان الكار الاول بالنسبة لاتحاد الكورة. صح. فانت ساعتها قلتلي. لأ. عنده ازمة من. وعنده ازمة مالية. وبالفعل يمكن بعد الحلقة بعدها بيومين او ثلاثة. فالامور فعلا زي ما اتكلمت مع حضرتك. ففعلا هو فعلا كان عنده ازمة. وبالتالي خلاص الامور يعني كانت رايحة راحت لطريق مسدود مع اتحاد الكورة. وبالتالي اتحاد الكورة صرف النظر. طبعا هي خلصت لحد هنا? لا خلاص هو الرجل هيشتك خلاص. هيشتك. اهو زي ما قلت لحضرتك فهده برضو. اه. هيشتك فيها مسؤول اتحاد الكورة. خلاص. يعني حتى لو كان فيه ممكن الامور توصل لمرحلة اه ودية كده. ان هما اه يصرف فلوس او مسحيات القديمة. خلاص الموضوع خلاص. مسحياته اللي فضل قدية. هو هما بعتولي تلاتة وعشرين الف. اه. يعني مسحيات. اه. تلاتة وعشرين او دولار? اه. تلاتة وعشرين الف. اعتقد. دولار مش جنيه. بعد الخصومات تقريبا. اه. دولار عشان هاي يقولت جنيه بس. اه. اه. اعتقد مش. يعني انا هما تلاتة وعشرين الف. لا لا اعتقد تلاتة وعشرين الف من اله. بعد الخصومات. لا مش جنيه اكيد دولار. تلاتة وعشرين الف جنيه. اه اعتقد اه. لا يعني انا اكيد مش هيبعتول الف دولار. اه. اه. لا 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 هما بعد الخصومات هما مش عايب تقريبا لا تلاتة وعشرين الف او تلاتة وعشرين الف دولار. اه. اه. دولار لا اكيد. اه. اه. فخلينا هما خصموا عليه حوالي خمسة وعشرين الف دولار اللي هي بتاعة الغرامة هي دي العزمة هي دي الخناءة لا هو كان فيه أزمات تانية كان فيه مصحاقات تانية ما كانش عاوزين يبعتها له بس أنا اللي أنا فاكره هم 23 اللي بعتهم له حوالي ما يقرب من 1300 يور ينهر أبيض ده أنا فاكرة أصلا لا ده السنة بس دي كيف تقول لي كده فيها كلام تاني ايو 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 اشوات توتسات كمان أنا 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 مقصودش غلطك بس على قد ما أنا بوسكت أنا أنا أقسم أنا لو بعتم المجيد الفني بتاعي ألف وكم ألف و300 يورو ألف و300 يورو هو دي المصحات بعد الخصومات اللي تعملت طبعاً لو كان فيه خصومات من الأقوبة اللي فرضت عليا عدم حضور مؤتمر الصحفي كان فيه أقوبة عليه برضو من جانب الاتحاد الأفريكي في موراة الكاميرا فبعتناهم لي فبق حزارك ده الأزمة كمان الاتحاد الكورة بتوصل مع حد قال لي ده لو كمان يعني حاجم الاتحاد الكورة قبل ما يبعثوا الفلوس دي ما كانش يبعثوها كمان دي المفاجأة بالنسبات فالأمور صعبة جدا في حاجات كده عارف التفاصيل اللي هي الشيك طبعا كل حاجة قانونية وإدالية لازم تمشي بشكل سليم بس أكيد أنت عندك حلول وعندك حكايات تقدر تعملها قانونية طبعا وتخلص الأمور دي بشكل محاول لا هو الرجل يعني حتى الأزمة ما قاعدوا معاه زي ما قلت لك قبل كده واسكريم بعد مباراة السنغال بعد ما خرجنا وعدم وصلنا لكاس العالم قاعدوا معاه واتكلموا معاه فالرجل زائل من الطريقة التعامل معاه برضو يعني هو زائل وكانت سبب رئيسي أنه ما يجددش التعاقد مع المتابعة وتواصل الفترة الأخيرة على فكرة ما كانش الواحد اللي ما خدش مستحقاته الجهاز الأجنبي كمان ما خدش مستحقاته والجهاز المعاون المصري حتى هذه اللحظة ما خدش المستحقات بتاعته يعني هم بعتوا له وبعتوا له الجهاز الأجنبي الجهاز الفني الوطني كابتن ضيق السيد كابتن عصام الحضر كابتن محمد شاوي حتى هذه اللحظة والجهاز الإداري ما خدش مستحقات الأديم ده كلام حتى هذه اللحظة ده كلام لأ حتى هذه اللحظة مخلوقنا العظيم أستاذ أعطيها قال لي جملة حلوة دلوقتي كلمتين حلوين دلوقتي قال لي النهايات أخلاق حلوة حلوة الكلمة دي رأيك يا أصب بلال والله أنا شايف اللي هو في النهاية يعني خلاص ما كانش ينفعليه هنرجع نفكر في كروش تانية دي كات مرحلة وانتهت مش من قلة المدربين اللي موجودين في العالم مش هننكر الاتحاد والقرى وفي بعض الأخطاء لكن في البداية يعني أي منظومة في الدنيا بتبتدي بشكل جديد بيبقى فيها أخطاء لكن الجلد على طول والمستمر في الناس مش هنقدر اللي إحنا نحاسبهم هل إحنا بنحاسب بالقطع ولا بنحاسب كاتوتل الناس دي بقى لأربع شهور بالزبط فلازم نستنع على الناس قد يكون في بعض الأخطاء اللي هي موجودة مثلا في سواء بقى في نهاية أفروكيا سواء في اختيار في ملف إدارة المدير الفني للمنتخب الوطني لكن في النهاية كان الرجوع الثاني ليه كروش كان غريب جدا من نسبالي انت مشيته في إيه عشان ترجع تفاوته ثاني وترجعه في أسماء كتير جدا يعني انت مثلا فكرت في باولو سوزا واحد من أبرز الأسماء اللي موجودها من وجهة نظر المنظر ويكون إضافها بشكل جيد باولو سوزا جاية المفروض اللي هو خلال 48 ساعة دي دي آخر معلوماتي بص بالنسبة لباولو سوزا يمكن حصل اتفاق أو حصل الكابتن حزم أم كان يعني شايف أنه هو الأفضل خلاف في ترجعه الخلاف حتى هذه اللحظة وما تواصله معاه خلاف حتى هذه اللحظة على المقابل المادي المقابل المادي هو طالب حوالي 160 ألف دول هو هو جهاز المعاون هيبقى معاه ثلاثة أو أربعة بص الأقرب حتى هذه اللحظة ثلاثة يكونوا معاه اتحاد الكرة عارض من 125 إلى 130 ألف دولار في الشهر هو هو جهاز المعاون دي نقطة الخلاف اللي ما بينه إيه اللي حصل النهاردة بقى مستجاج جديدة في هذا الموضوع إن هم تفاوضوا باترس بوم اللي كان موجود في الصورة قبل كده النهاردة حصل فيديو كونفرس مع أحد أعضاء مجلس إدارة يعني هو الهولة كابتن محمد براقات تواصل مع النهاردة باترس بوبين المدير الفن السابق لكودفور حصل معاه تواصل والرجل طلب 120 ألف دولار اللي واحد ومحتاج وطالب معاه إن يكون موجود معاه أربعة من الجهاز الفن المعاون منهم مدرب حراس مرمى ده يدينا لفين لو في حالة باترس بوم جهة أو تواصل أو تعمل اتفاق إن هو يقود المنتخب الوطني خلال فترة جاية عصام الحضرة مش يكون موجود يعني من جنب من الجهاز اللي هو طلبه يكون فيه مدرب لحراس المرمى أنا المعلومة اللي عندي الاتفاق تم شبه رسمي مع بولو سوزا 130 ألف دولار بقاء محمد شوق عصام الحضري هيستعين بمدرب أحمال ومدرب مساعد ومعد بذني وتم إسال تذاكر الطيران لبولو سوزا دي المعلومة اللي عندي اللي هو خلاص لا حتى هذه اللحظة حتى كالفي ناس كتبت إنه قالوا بكرة إنه هو هيحضر لا لا مش بكرة اسمح لي بقى يا بلال لا أشارك رمي في المعلومة دي بولو سوزا حتى الآن مفيش تذاكر طيران بولو سوزا حاليا في البرتغال في البرتغال أوه مفيش طيران متاح خلال التماريبين ساعة للمص عشان صحف البرتغالي قالت إن بكرة جاي بكرة أنا كلمت حتى تتعوصل تأليلها لأ مش موجود وفعلا في بعض العراقيل في التفاوض معاه يعني هو الراجل هو رغبتهم الأولى بالنسبة هم يعني هو الأول هو الأول هو الرغبة أولا هو المتفق على 130 ألف دولار بشكل رسمي ده اللي أنا عرفه مع بعض المساعدين لسه في خلاف مادي ولسه هو الخيار الأول طبعا بس ما حصلش اتفاق والراجل مش هيجي في مصر زي لا بكرة ولا هيبقى في علام بسمي ولا هيبقى في علام بسمي لسه في اجتماع مجلس دولار يوم الأربع صح برابري يعني في اجتماع لو ما تفوج بس على ما أعتقد إن قد تصير الأمور بشكل شبه رسمي بعد بولو سوز أنا شايف إنه ده هيبقى أضافة كبيرة جدا بالنسبان أفضل من بومل بشكل كبير جدا عنده خورة كتيرة جدا عنده يعني راجل داريب وينتينة داريب لسر سيتي سوان سيتي داريب في الصين جوان الصيني داريب بمنتخبات منتخب أولندا أضافة كبيرة جدا تعامل مع لعيبة مصرية قبل كده زي أحمد حمودي ومحمد النيني فمش هيبقى غريب بالنسبان هيبقى بالنسبان له إني مثلا زي ما يكون مفتاح سحري هيقدر يعرفه على طبيعة اللعب المصري بشكل كبير مش هياخد وقت عكس الكروش اللي كانجي معرفش أي حاجة عن الكورنة المصرية فبالتالي أنا شايف إن السوز هو خلال الأقرب أنا شايف انت دلاتي قلتني معلومة بومل دخل في الصورة دخل في الصورة دي معلومة النهاردة أكيدا ولسه عرفها من ساعة عمالت التليفون حد يقلي من المتحاد الكورن هو ليه تواصله مع بعضه مش معناها أنت تتواصل مع أربع مداربين إن انتاجه وتحسبا لفشا مفتاح إنما هو بالنسبانه من الخيار الأول حزم إمام متمسك جدا باولوسوس شايفين هو الأفضل حزم إمام مقتنع به جدا حتى أقنع بعض أعضاء المجلس اللي كانوا متحفظين هو اسم يتحدث عن نفسه هو كلاعب كنجم كبير هو كمدادر سي في محترم إن هو يعني الكثير الرحيل من الملء أندلة ودي مشكلة دي العقبة الوحيد وبيرحل بشروط جزائي آه فدي المشكلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده وإحنا بنبدي مع العهد يعني ما نرفع الشرط الجزائي قوي يا إما ما يبقاش فيه شرط الجزائي أصلا وفي المفاوضات إن كيمة شرط الجزائي في تعاقده مع منطقه مصر يبقاش شهرين ده برضو اللي محدود في المفاوض ولاي ولاي مع الرجل ولاي مع الرجل ولاي مع الرجل ده صحيح صحيح هو كمان ماشي من المنتخب بولندا إنما هو بالنسبة لهم هما الخيار الأول لو الرجل وافق وقرب المسافات هو كان طالب بقول لحضرتك من مئة وخمسين أو مئة وستين ألف دولار في الشهر هي دي العقبة الوحيدة هو لو وافق على مئة وثلاثين أو مئة وخمسة وعشرين أعتقد إن هو الأقرب ولكن تحسبة لعدم بس أولا حاجة هي ما ينفعش يعني بص أنا أقول لك رائش هي مش تحسبة أنت طبيعي أنت كالتحاد تحط عشر أسماء وتتكلم معاهم كمان مش بأسمين ولا ثلاثة أنت ده منتخب كل الاتحادات في العالم بتاعمل وفيه اسم إيطالي كمان وفيه واحد اسم بلاليمير مرتغالي برضو ده درب منتخب سويسرا ده موجود في الصورة برضو ده تفاوضوا معاه بشكل غير مباشر ولكن الجديد النهاردة حتة بردس بومل ده تحسبا أنه برضو عندهم أكتر من خيار لو الراجل ده ما وفقشي أو حصل أي عراقيل أو ما وفقشي يعني تعارف برضو اتحاد الكرة حطف سقف المرتبات من الصعب دكتور أشف صبحي يمكنك في الجلسة الأخيرة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل الاجتماع الرسمي بالإطاحة بالكابتن أهب جلال أكد دعمه في راتب المدير الفني الجديد للملتخب الوطني ولكن هيبقى فيه سقف برضو اتحاد الكرة مش هيقدر يدفع أكتر من الفلوس اللي موجودة عنده طيب الجهاز المعاون حكاية في اسمين تحديدا هو الكلام عليهم محمد شوقي عصام الحضري هل محمد شوقي مكمل مع الجهاز الجديد لمنتخب مصر مهما كان اسم المدير الفني هل عصام الحضري مكمل مع مهما كان اسم المدير الفني ولا زي ما انت قلتين فيه مدرب ممكن يطلب مدرب حراسمر مع جنبي منهم بوميل ممكن يطلب مدرب حراسمر مع جنبي لكن في حال قدوم سوزة بنسبة تسعة تسعين في المية شوقي وعصام الحضري مكملين مع جهاز بولو سوزة حتى التفاوض كان ما بين مسؤول الاتحاد القرى وسوزة على ده وهو موافع على شكل على الأمور دي هو هيجي معاه لو سوزة بشكل رسمي هيجي معاه محلل ده معد بدني ومدرب مساعد التلاتة دول وهيبقى معاهم الحضري ومحمد شوقي ومحمد شوقي في اسمين نارضا سمعتهم اسمين مصريين سمعت انهم اطرحوا وكانوا موجودين في الصورة حبنتكلم فيه رياض شيتوس وبنتكلم فيه طريق سليمان سمعت ان اسمين انه ترددوا في التحديد طريق سليمان في حد أعضاء مجلس إدارة رشح الكابتن طريق سليمان يتواجد ولكن ده مش بشكل نهائي كابتن حزم ممكن من حوالي أكتر من حوالي أسبوعين كده التواصل مع عصام الحضري وتواصل مع كابتن محمد شوق وأكد لهم انه سيتواجد مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب شايفين انه عصام الحضري طبعا خبراته الكبيرة مع منتخب مصر شايفين محمد شوق برضو عنده خبرات كبيرة وكان متواجد مع المدير الفني الأجنبي وكان متواجد مع كاروس كيرش وعنده خبرات كبيرة قريب من اللعب فيه كلام بات سبوم لوجه هو طلب معاه من ضمن الجهاز المعاون معاه ده لو جه يعني مدرب حراس مرمو فبالتالي موقع في صام الحضري هيبقى صعب جدا ولكن طرق سليمان مرشح فيه أحد عضاء ولكن مش بشكل نهائي محمد شوق فيه كلام عليه هل ممكن يقعد ده كله يعني هيبقى فيه جلسة المجلس دارة تحدي الكور هياخدوا القرار النهائي بشأن الجهاز المعاون المصري اللي هيكون متواجد ده كلها لسه هتتضح لما يختاروا الجهاز الفني الجديد أو المدير الفني الجديد للمنتقب الوقت انت يراجب في مقاقه محمد شوق أنا بشوف دهما محمد شوق يعني نازم يتزكى انه يفضل موجود في الجهاز الفني المنتقب مصري عشان يبقى عندنا مشروع مدرب بالظبط مالحقش هاخد من كلمتك شوق بقى كادر مهم جدا في كوراة مصرية اشتغل مع مع جهزة مع كيروش وكان قابليها مع المنتخب اللي ربما كان شوق وغريب فخلص ولعيب داولي عنده خبرات كبيرة جدا ولعيب في نادر على حق كثير من البطوات فقاليا في الدورة الإنجليزية فمزيج من الخبرات فنحافظ عليه ولازم نشتغل عليه بشكل جبير وان قومه هو لازم كمان شوق فاهم الحقيقة ديات ولازم يبقى دارس ولازم يتطلع لكل ما هو جديد ويتطلع لكل ما هو جديد عشان خاطر نقدر اللي احنا ليه بني جيل جديد من المدربين الكرة ما عادتش في فكرة اللي هي يلا احنا بنلعب بتاعلى يا كرة بقى الدراسة بقى تعلم بقى تعلم بقى رخص لازم تبقى انت كل طول الوقت لازم انت دارس وفاهم ومتطلع على كل ما هو جديد في عالم كورت القدم الكورت القدم مش مغرد لعبة لا بقى صناعة دايما بقوله الكلمة دي كورت القدم صناعة وصناعة مهمة جدا في ادارة كورت القدم البقاء على شوق يعمل هم جدا البقاء على كادر وبناء الكوادر حاجة مهمة وحاجة عظيمة هتحسب للقرى المصرية انا دلوقتي لما هيجي شوق مثلا اشتغل مع مدير فني واثنين وثلاثة مش وارد ان شوق بقى محمد حسن شحاتك دي طب بقى عنده الخبرات الكتير اللي يتههلوا اللي هو خلاص انت سجم مع اللعبة وبقى عنده الخبرات واكتسب خبرات سواء من اللاب عملت كادر صناعة الكادر احنا بنعلم منها في مصر بشكل جيد جدا ولازم ده نراي في اللي هو طيب ريكاردو سواريس مدير فني جديد للنادي الاهلي عندك اخبار او كواليس فيما يخص تعيون عشان طبعا انت سمعت كثير من الاحاديث بالنسبة الجمهوري النادي الاهلي انه راجل ميسيبي كبير للاهلي اختاره للاهلي اختار هذا المدرب تحديد رأيك يعني شايف انا مع الجماهير برضو طبعا النادي الاهلي انا توقعت انه هيتعاقد مع مدير فني اجناب كبير جدا صاحب سيرة ذاتية كبيرة جدا ولكن المدير فني الجديد لنادي الاهلي انا شايف انه يعني يعني مش بيحمل تطلعات الجماهير النادي الاهلي انه شايف انه دايما المدير فني بالنسبة له هو الاهم زي اللعيبة والتعاقد مع العيبة لابد ان النادي الاهلي يتعاقد مع مدير فني كبير جدا. خلاص يعتقد النادي الاهلي خلاص هو المدير فاني بيفسك تعقوده مع النادي اللي موجود فيه. ومحقق برضو السيرة ذاتية بتاعته مش كبيرة. يعني برضو ما نقدرش نقول ان هو زي فيلر المجاه زي موسيماني زي نختلف او نتافق مع المدير بندولت. ولكن السيرة ذاتية بتاعته مش كبيرة جدا. ولكن انا شايف يعني قرار ممكن يكون قرار صعب جدا. هتحمله مجلس ادارة النادي الاهلي. في حالة لا قدر الله فيه اخفاق النادي الاهلي او جماهيره او لعيبته. ده هتأسر بشكل كبير جدا. على مسيرة النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة. ودائما انا بقول الاهلي والزمالك والمنتخب لابد ان يتعاقدوا مع مدير فني كفر. عشان الجماهير النادي الاهلي. ونادي الزمالك عندهم جماهير كتيرة جدا. وانت عارف اي مباراة. يعني انت ممكن تلعب خمس ست مباراة كويس وتيجي مباراة واحدة الجماهير بتصوه يعني بتبقى مشكلة عندها بالنسبة لها الاداء. فانا اشايف ان هو مدير فني مش كبير جدا. ولكن اتمنى طبعا ان هو يقدر يعني يحقق او يوصل الانجازات اللي بحقق النادي الاهلي خلال الفترة. انا ضد الحكم على اي مدير فني قبل ما يستلم المسل. احنا لازم الراجل ييجي واشتغل. بعد جانا قايم. بالنسبة لأي مدير في الكون بطيخ. مارتينيول انه براف عليك. سيفي كبير جدا. صح. جي النادي الاهلي. لم يوفق مع نادي الاهلي. اه. فايلر بزبط. لا لا سانة بس وقابليه كمان اوليفيرا. اوليفيرا. كاسم في المرتغال كان اكبر من منجو الجزي. من منجو الجزي. فبالتالي ماينفعش ان احنا نحكم على اي حد الا لما ياخد الفرصة وبعد كده نقيم. صح. فايلر مصر كلها هجمت فايلر قبل ما ييجي. الراجل جيه عمل اداء مع كامل احترامي. المسلماني هو اللي استغلوا. فايلر طور من اداء لعبها كتير جدا في النادي الاهلي. فايلر طور من اداء رمضان صبحي. افضل نسخ رمضان صبحي. كانت تحت اللي دارة فنية لفايلر. فبالتالي. عمر السلية. اه عمر السلية. فبالتالي. محسام عشور. محسام عشور ليه على فكرة مع فايلر. الحتة الهجومية ما شفناهاش الا مع فايلر. صح. صح. فبالتالي اي حكم لازم يبقى بعد ما راجل اشتغل. كارتس وارز عمل انجاز كبير جدا. ممكن يكون هو في الفرق المتوسطة في الدور البرتغالي. لكن اللي انت في فريق زي جيل في زي انت. اللي انت يقود مركز خمس في الدور البرتغالي. ويقود للمشاركة في دور المؤتمر الاوروبي. فده انجاز يحسب ليه في ظل الامكانات الضائفة لفريق زي جيل في زي جيل في سنت البرتغالي. كمان في حاجة مهمة جدا انا كريم من الكواريس. يمكن احد عدم مجلس دارة النادي الاهلي قد يكون خلت مرتجي. تواصل. يعني كان فيه حديث ما بينه ما بين مانو الجيزين نهارده الصبح. واكد للمعلومات دي. قال انا ما رشحتش لكن احد عدم مجلس الادارة استطلع رأيه في عملية التعاقد مع المدير الفني. وانا رشحت بشدة فكرة ان سوارز يجي للنادي الاهلي. خاصة اللي هو مدير فني بيقدر اللي هو يصنع لعي. وبيقدر اللي هو النادي الاهلي قطة كبيرة وقطة صعبة. مش اي مدير فني يقدر يجي يتحكم فيه. ما بيحبش ويقرأ بان يسباله المقياس والمعدل اللي هو هيبقى انت بتكتاد في لعبك وبتدريبك. فبالتالي انت تخد فرصة المشاركة هو حذر من الحاجة واحدة بس حذر لها قد لا يتحمل الضغوط الجماهيرية من جمهير النادي الاهلي خاصة اللي هو كلاعب ما لعبش فاندية كبيرة فبالتالي ما تعرضش للمواقف دي. وكان مدرب لم يتعولى لدرر فنية لأحد الفرق الكبيرة لكن هو جوزيء اكد على خلال حديثه معايا اللي هو مدير فني قوي جدا ومحترم. ويكون اضافة بالنسبة لنادي الاهلي اللي هو في حالة اللي هو في مشروع النادي الاهلي بيسعى اللي هو يبنيه خلال المرحلة المقبلة. نحكم امتى؟ نحكم لما الراجل ييجي ويشتغل ويستلم بعد كده نقدر اللي حذر. بس انا انا معه برضو ولكن الماسي فيه ما يبقى يعني مش قوي. ده مع اول وارد جدا انه يخسر اول مباراة وتاني مباراة او ما يقدمش الاداء المنتظر فبالتالي هيبقى فيه هجوم كبير جدا. عارف. زي ده اللي حصل مع كابت النقاب جلال. اقول لك حاجة بس في موضوع السيبيك قوي. انه اللي بيجو اجانب اقوية دول بيبقوا مقتنعين انه اللي هيجو يلعو لعبة زي اللي موجودة في أوروبة قوية تلعب في أوروبة نظام زي اللي جعان لسه. جعان. اه. مش قيلة الاهل وزمالة الجماهير ما بتنتظرش بس كريم. ما اه. يعني يعني في اي اخفاق قوي حاجة. اه. هيحملوا الادارة مسؤولة الاختيار. لا اكيد. ادي مشكلة بس. لا اول بحاجة. اكيد ادارة النادي الاهل واخده مخاطرة. زي ما خادت في المسلماني مخاطرة ونجحت. يعني. زي ما خادت في فايرا مخاطرة. خادت في فايرا مخاطرة ونجحت في النهاية يعني. بلال انت فضل تقول. انا عندي بس. اه. 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 حاجة مهمة. بالنسبة للجماهية. اه. ادارات الانديا الكبرى لا تضر من المدرغات. براف عليك. دي كاعدة مراشي استثناء. الجمهور. الجمهور. مهامه الوانية لو يتشجع الفريق. في وقت بقى الفريق عنده اخفاق فقط. الفريق عنده انجزات. بس الادارة. اللي ندعم. الادارات. الادارات لا تأخذ من المدرغات. ولا لا تأخذ من السوشال ميديا. عابل كده. لا لا لا. السوشال ميديا بقى يأثر بشكل كبير جدا. ما دي مشكلة ادارات بقى. صح. ما دي مشكلة ادارات. صح. ما انا جيب بقى الجمهوري الدير للنادي. طب لي انا بعت ابنفسي واعمل انتخاباته جماعة عممية واصف. يا بتأثر في مجلس اه. دي وجهة نظرناها. في حاجات كتير جدا. في كل حاجة. طبعا بيستمعنا. انا شرفت ونورت. ربي دايما بيستمتعنا. يا سيد انا اكون موضوع معك. ومع صديقي واخو يا بلاد. شرفت ونورت خطو عزيز. حبيبك كريم. وموفق دايما يا صديقي العزيز. وشكرا لك. شكرا جزيلا. دي نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10. ربي كونوا استمتعتوا معنا. وشوفكم يا رب على الاخر.